السلام عليكم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحبائي طلاب الصف السادس في أكاديمية أطفال الرمضة النموذجية درسنا لهذا اليوم بعنوان من مشاهد يوم القيامة بداية عزائي الطلاب أنتم تعرفون أن اليوم الإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان وعلينا أنه يوجد يوم آخر يحاسب فيه الإنسان على عمله من خير أو شر ثم بعد الحساب الجزائم أو نار ومن عبد الله تعالى أنه جعل يوم آخر أو يوم قيامة كما مر معنا في الدروس السابقة أيضا من حكمة الله سبحانه وتعالى عزائي أنه جعل في هذا اليوم يوم القيامة أحداث عظيمة هذه الأحداث لا نستطيع أن نتصورها من اضطراب الكون لنتهي الحياة على الأرض ولا تشبه الأرض فيها يوم القيامة الأرض التي كنا نعيش عليها يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز من سورة إبراهيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار هنا تبدل الأرض غير الأرض يعني الأرض ستصبح غير هذه الأرض تتساقط النجوم الكواكب تتصادم البحار تفور النار تشتعل في البحار الجبال تصبح مستوية وهكذا أحداث اليوم الآخر أحداث كثيرة سنتعرف عليها بالترتيب ونكتبها إن شاء الله بتلخيص لكم حثنا الإسلام وحثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على أن نعمل عملا صالحا لو كان بسيطا حتى يوم القيام عندما نرى هذه الأحداث إذا كنا نستطيع أن نفعل أي شيء خير فلنفعله فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف أمامك على يسارك إن قامت الساعة وبيدي أحدكم فسيلة والمقصود هنا بفسيلة شتلة صغيرة فإن استطاع أن يقوم حتى يغرسها فليفعل فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل ليش؟ لأن الزرع فيه فائدة للإنسان والحيوان والطير الآن أعزائي نأتي إلى أولى أو أول أحداث اليوم القيامة اللي هو البعث وما معنى البعث؟ البعث هو حياء المخلوقات مرة أخرى المخلوقات الإنسان والحيوان والجن وغيره مرة أخرى بعد الموت لماذا؟ ليحاسبنا على أفعالنا لنحاسب على أفعالنا إذن الحشر قلنا بداية بعد الحشر يوجد حدث آخر هنا رقم واحد البعث عفوا وبعد البعث رقم اثنان وهو الحشر وهو عفوا النشور قبل الحشر هنا يوجد النشور ما هو النشور؟ عندما ينفخ إسرافيل مرة أخرى في البوق بعد أن تموت هذه الخلائق يبعثها الله سبحانه وتعالى مرة ثانية في النفخة الثانية ماذا يحدث؟ يحدث الاضطراب في الكون تتساقط النجوم الكواكب تتصادم يختل نظام الكون فيرى الناس هذا الشيء فيفرون يعني يهربون يبحثون عن أي مكان يهربون إليه الله سبحانه وتعالى يقول يعني أين ستذهبون؟ من الله وإلى الله وانتقول في اللع السماء؟ لا على أي مكان في الأرض فهو لله يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار والسموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بالسلطان لا تستطيعون الهرب بعد النشور هنا يوجد حدث آخر وهو الحشر وهو ماذا الحشر؟ وعندك أمامك هنا الحشر ما المقصود بالحشر؟ الحشر هو جمع المخلوقات للحساب يعني بعد أن يهربوا الله تعالى يأمر ملائكة لتجمع المخلوقات في أرض المحشر وأرض المحشر هنا في بلاد الشام في البيت المقدس بفلسطين ستجمع كل الخلائق من أيام سيدنا آدم إلى آخر الخلق كيف سيجمعون؟ كيف سيكون متسع لهم جميعا؟ الله تعالى أعلم يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا هنا في هذا الحشر يوم عظيم جدا أرض جرداء لا يوجد حائد تستند إليه لا يوجد شجرة لا يوجد بيت تقترب الشمس منا فوق رؤوسنا فنبحث عن ظل ولا نجده إلا ظل شيء واحد فقط وهو عرش الرحمن عرش الرحمن ولم يسمح لأي شخص أن يقف تحت هذا العرش إلا سبعة أصناف من الناس أخبرنا عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله في ظل عرش الرحمن من حرارة الشمس أول السبعة هو إمام عادل هنا الإمام العادل وهو الحاكم العادل ثاني الأصناف وهو شاب نشأ في عبادة الله الشخص الذي يكثر من العبادة الشاب المقصود أنثى وذكر وليس أنثى ذكر فقط رجل قلبه معلق بالمساجد يعني يتردد على المساجد بشكل كبير يذهب للصلاة لأخذ درس لتعليم الناس درس وهكذا رابع الناس الذين سيظلهم الله في ظله رجلان تحبا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه يعني المقصود الصحبة في الله المقصود برجلان شخصان تصاحبوا مع بعض صحبة في الله يعني أنا بحب فلانة مصاحبها أنا لأنه عندها دين ما بتتصش بصفات سيئة هي هون الصحبة لله أما صاحبتها والله لأنه أبوها مسؤول كبير ممكن أنه مثلا يفيدني هون الصحبة مش في الله وعندما أرى أن هذه الصاحبة ستجرني إلى خطأ أو شيء يعصي الله أبتعد عنها هنا معنى تفرقا عليه يعني ابتعدوا الصحبة لأجل عصيان الله تعالى إذن الصحبة في الله راب خامسا ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رجل عرضت عليه امرأة مصاحبته هذه الامرأة جميلة ومنصب ذات منصب عالي وأيضا امرأة فقال إني أخاف الله ابتعد هنا هذا سيظله الله في عرش الرحمن ورجل تصدق سادس الأشخاص بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه هنا الشخص الذي يخفي الصدقة يكثر من الصدقة ويخفيها حتى الصدقة لا تحدث بها نفسك كثيرا لا تحدث نفسك بها كثيرا لعلك تختر وتحمل الناس شيء من الجميل لأنك فعلت لهم لا حاول تنساها سابعا الشيء الذي يدخلني تحت عرش الرحمن في الظل يوم نبحث عن ظل أي شيء هو رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينا المقصود أنه ليس رجل فقط ذكر الذكر والأنثى أي شخص يعني المقصود بكى خشية من الله كما ورد معكم في الصف الخامس نأتي الآن أعزائي من الحديث الشريف الأعمال التي تنجي صاحبها من النار كما قلتها وسأردها لكم هنا وأكتبها في تلخيص على المجموعة الخاصة بكم ورد أعزائي معنى ثلاثة أحداث إلى الآن الحدث الأول بالترتيب وهو البعث ثم النشور ثم الحشر البعث معناة أحياء الناس بعد موتها أو المخلوقات النشور وهو هروب الناس من الموقف العظيم يوم القيامة والحشر معناة جمع الخلائق للحساب هنا رابع فنحن لا نكتب هنا ثانيا رابع حدث اللي هو الحساب ما هذا الحساب الناس وهي واقفة في الموقف الثالث اللي هو الحشر تنتظر الحساب فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لنا عند الله تعالى للكافر والمؤمن يعني للعالم كامل بأن يبدأ الله تعالى الحساب حتى الكافر يتمنى من شدة الموقف العظيم الخوف في الحشر وطول المدة يتمنى الكافر أن يحاسب ويلقى في النار يعني زي اللي بدي أخلص حاسبني يا ربي هنا هنا يتمنى الكافر حتى المؤمن يتمنى أن يحاسب ليخلص من هذا لينتهي من هذا الموقف العظيم فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لنا لأن يبدأ الحساب وهذه الشفاعة اسمه الشفاعة الكبرى الشفاعة الكبرى هاي الكبرى للناس كافة ببدء الحساب هنا تبدأ تتساقط كتب الأعمال فكل إنسان الأعمال اللي كانت تكتبها الملائكة عن مين وعن شمالنا مكتوبة في كتاب لكل شخص كل شخص يلقى كتابه في يده تتطاير ويأتي كتابه في يده يقول الله سبحانه وتعالى كما هو أمامك هنا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون خلصنا هون انتهى فوربنا بدي يسألنا الكل لن يخفل لنا متقال ذرة بعد الحساب نأتي إلى خامس إلى خامس حدث وهو الميزان ماذا الميزان هنا توزن الحسنات والسيئات الذي حسناته كثير فميزانه ثقيل الذي حسناته قليل فميزانه ماذا خفيف فيقول الله سبحانه وتعالى عن الذي ميزانه أثقل وهو المؤمن فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية من خفت موازينه فأمه هاوية يعني أمه هنا ليست والدة وإنما نهايته النار من ثقلت موازينه المؤمن فهو في عيشة الراضية يوم القيامة في الجنة أستنتج من قول الله تعالى ونضع الموازين القصد ليوم القيامة أساس حساب الله تعالى للناس على أعمالها هو بما أنه موازين أساس هو العدل الأساس هو ماذا العدل نأتي هنا بعد الميزان يوجد في عندك سادس نقطة وهو الصراط نكتب هنا الصراط الصراط هو الجسر الذي ينصب على نار جهنم تحتك هنا صراط جسر تحت نار جهنم وفي نهاية الذي يستطيع أن يمشي عليه يوجد الجنة وينتظرنا هناك النبي صلى الله عليه وسلم ليشرب المؤمن من يديه الشريفتين شربة ماء لا يضمأ بعدها لأنه قد عطش جدا وكثيرا لأنه مر بهذه المراحل كلها فيشربه النبي صلى الله عليه وسلم من يديه الشريفتين من حوضه اسمه حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوجد فيه ماء من نخر الكوثر من جنة الفردوس من يمشي على الجسر سيصل إلى الجنة ومن لم يستطع المشي عليه ممكن أنه ناس يمشون في ناس حبي المهم بيصلوا كل واحد حسب أعماله ممكن ناس أول ما يضع رجله على الجسر يسقط في نار جهنم إذن سابع حدث اللي هو الجزاء اللي هو بد يكون يا جنة أو إيش النار إما الجنة وإما هذا النار يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجنة في الجنة مئة درجة مئة درجة مش درجة درجة مئة طابق مئة طبقة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض تصوروا يعني علماء الفضاء لما يصلوا للفضاء هنا بعدهم بالسماء الأولى تصوروا السماء سبع سماوات بين كل السماوات والأرض المسافة هاي المسافة بين كل درجتين بالجنة طب تصوروا علو والجنة مئة درجة كيف سيكون أعلى درجة من الجنات هي جنة الفردوس يعني الطبق المئة هنا هذه الدرجة للأنبياء للشهداء والصالحين يعني من باقي الأمم الصالحين جدا هنا فوق هذه الجنة الفردوس عرش الرحمن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس يعني إذا سألتم إذا دعوتوا الله تعالى الجنة فاطلبوا منه الفردوس الأعلى تاليا أعزائي نأتي إلى أعمال تقربنا بها إلى الله سبحانه وتعالى أولى هذه الأعمال أداء أو المحافظة على الطاعات والعبادات وسأكملها لكم بالتلخيص ثاني هذه الأعمال أهم شيء بعد العبادات بر الوالدين جعلنا الله وإياكم من البارين بالوالدين ثالثا الصدقات ممكن تكتب رابعا مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صلة الرحم وغيرها من أمور انتهى درسنا أعزائي علينا بحل الأسئلة السؤال الأول هنا على الكتاب والسؤال الثاني والثالث على الدفتر دمتم بخير أعزائي جعلنا الله وإياكم من أصحاب الجنة وملتقان الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر